ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون من هم هؤلاء الذين كفروا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين من هم هؤلاء هذا يعود بنا إلى سورة المائدة وإلى الآية السابعة والستين بعد البسملة إنها آية الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء هم الكافرون وهذا الكفر هو ألعن الكفر في الكتاب الكريم لماذا؟ لأن الآية قالت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ماذا في الرسالة التوحيد النبوة القرآن كل تفاصيل القرآن كل شيء في الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالكفر ببيعة الغدير هو أشد من الكفر بالرسالة بكل تفاصيلها أشد من الكفر بالتوحيد الآية واضحة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ما هو التوحيد أول عنوان من عنوين الرسالة فإن لم تكن بيعته الغدير فليس هناك من رسالة التي التوحيد جزء منها سيكون حينئذ الكفر بالغدير أشد من الكفر بالتوحيد ومن الكفر بالرسالة بكل تفاصيلها من دون بيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا ببيعة الغدير هؤلاء هم الذين تتحدث هذه الآية عنهم بل كل القرآن حينما يتحدث عن الكافرين فإنه يتحدث بالدرجة الأولى عن أولئك الذين كفروا ببيعة الغدير ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ماذا جاء في أحاديثهم ماذا جاء في تفسيرهم الذي بايعنا عليه في الغدير وهنا أعلن براءتي من تفاسير نواصب السقيفة وأعلن براءتي من تفاسير نواصب النجف ابتداء من تبيان الطوس وانتهاء بأي شيء صدر من النجف من مراجع النجف وكربلاء في تفسير القرآن وصدر من خطبائهم السفهاء الذين يفسرون القرآن بتفسير الفخر الرازي وأمثاله ماذا جاء في حديثهم إنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة التاسعة والثمانين من حديث طويل بدأ هذا الحديث في الصفحة السابعة والثمانين إنه الحديث الخامس والخمسون بسنده عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول الحديث قال جابر جابر الجعفي إنه صاحب أسرار الرجعة قال جابر قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين صلوات وسلام بلا انقطاع على سيد الأوصية قال أمير المؤمنين في قول الله عز وجل الآية التي قرأتها عليكم من سورة الحجر إنها الآية الثانية بعد البسملة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين والآية التي بعدها وهي ثالثة بعد البسملة من سورة الحجر ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون ماذا قال سيد الأوصية في هذه الآية قال هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي في كرة من كراته ما عنواننا رجعة الأئمة وأبرز رجعات الأئمة هي رجعات سيد الأوصية لذا فإنني أأخذ لكم لقطات من رجعاته صلوات الله وسلامه عليه ما حدثتكم به قبل قليلا من كلام أمير المؤمنين فيما يرتبط بسنة أيوب النبي التي تجري فيه صلوات الله عليه يرتبط بالدولة العلوية الكبرى لكنني أردت أن أشير إلى رجعة الصديقة الكبرى وحين أقول أشير إلى رجعتها لأن الكلام عن رجعة الأئمة هي قائمة موجودة وإنما أتحدث عن رجعتها باعتبار أنني أتحدث عن رجعة الأئمة وهي أحد أئمة الأئمة الثلاثة نحن عندنا ثلاثة أئمة للأئمة محمد وعلي وفاطمة وفاطمة هي القيمة على طول الخط هي القيمة في كل الكرات والرجعات ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين الأمير يقول هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي وخرج عثمان بن عفان وشيعته ونقتل بني أمية فعثمان هو عنوان لبني أمية ونقتل بني أمية فعندها يود الذين كفروا كفروا بأي شيء ببيعة الغدير فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إنها لقطات وصور واضحة وواضحة جدا من رجعات علي ومن كرات علي ومن لقطات المقطع الزماني في عصر الرجعة العظيمة الذي ستتحقق فيه رجعة الأئمة كلهم سيعودون سيعودون إماما إماما فاطمة هي القيمة وعلي له كرة وكرة ورجعة ورجعة وكراته قد يكون عامة الناس ملتفتين إليها وقد لا يكونون كذلك إنما خواص شعته هم الذين يلتفتون إلى ذلك قطعا أهل بيته في رأس القائمة آخر رجعة في هذا العصر هي رجعة إمام زماننا إنه العصر القائمي الثاني وسيمتد طويلا سيمتد العصر القائمي الثاني سيمتد طويلا ماذا نقرأ في زيارات إمام زماننا في مفاتيح الجناء أتمنى عليكم أن تلتفت بدقة وعناية لما سأقرأه عليكم في هذا النص وفي النصوص التي تلي الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجناء الكتاب المتوفر في بيوتكم وهذه الزيارة زيارة صاحب الأمر التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين ماذا نقرأ فيها أتمنى أن تدقق النظر معي مولايا الخطاب مع صاحب الأمر مولايا فإن أدركني الموت قبل ظهورك أن أموت في هذه اللحظة أن أموت يوم غد قبل ظهور إمام زماننا هكذا يقرأ الزائر في هذه الزيارة الشريفة مولايا فإن أدركني الموت قبل ظهورك الظهور هنا والحديث هنا عن العصر القائمي الأول الذي مر الكلام عنه العصر القائمي الأول بدايته من يوم الخلاص من يوم الظهور الشريف حيث يكون الإعلان من مكة من عند الركن والمقام مولايا فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة أنا سأكون من أصحاب الكرة متى في ظهوره هذه لقطات من من الرجعة العجيبة إنها رجعة الشيعة زمان ظهور إمامنا في العصر القائمي الأول الرجعة العظيمة هي رجعتهم والرجعة العجيبة هي رجعة شيعتهم وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي إنه الثأر الحسيني في مرحلته الأولى لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي هذا هو الثأر الحسيني في المرحلة الأولى في العصر القائمي الأول قبل الكرة الحسينية الأولى مر الحديث عن هذا فالزيارة تتحدث في هذه المضامي ماذا جاء فيها مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي أنا وأن يجعل لي كرة في ظهورك ليس في كرتك كرة في ظهورك ورجعة لي أنا في أيامك في أيام العصر القائمي الأول لأبلغ من طاعتك مرادي إلى آخر الزيارة الشريف هذا ما جاء في هذه الزيارة ماذا جاء في زيارة السرداب الشريف وهي زيارة لإمام زماننا أيضا لكنها تكون عن قرب حينما نذهب لزيارة السرداب المبارك في سامرة هذا هو مصباح الزائر للسيد بن طاوس وهو كتاب معروف من كتب الزيارات وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة الطبعة الأولى 1417 هجري قمري السيد ابن طاوس متوفى سنة 664 إنني أتحدث عن السيد رضي الدين ابن طاوس فنحن عندنا جمال الدين ابن طاوس وعندنا غياث الدين ابن طاوس وعندنا غيرهم إنني أتحدث عن السيد رضي الدين ابن طاوس إنه صاحب كتب الأدعية والزيارات مصباح الزائر ماذا نقرأ في صفحة 424 من زيارة طويلة تبدأ في صفحة 418 فامضي إلى السرداب المقدس وقف على بابه وقل إلى بقية الطقوس والتفاصيل في زيارة إمام زماننا نقرأ في صفحة 424 من هذه الزيارة ووفقني يا ربي للقيام بطاعته والمثوى في خدمته الضمير يعود على الحجة بن الحسن صلوات الله عليه ووفقني يا ربي للقيام بطاعته والمثوى في خدمته والمكثي في دولته واجتناب معصيته فإن توفيتني فإن توفيتني اللهم قبل ذلك فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته هذا دعاء لكي نكر في العصر القائمي الثاني قارنوا بينما قرأته عليكم من الزيارة التي قرأتها عليكم من مفاتيح الجنان وأن يجعل لي كرة في ظهورك يا صاحب الأمر ورجعة في أيامك أن يجعل لي كرة أنا في ظهورك متى فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإنني أتوجه إلى الله بالدعاء وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك بينما هنا فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته ويملك في دولته ويتمكن في أيامه ويستظل تحت أعلامه الدعاء هنا يتحدث عن العصر القائمي الثاني فإن توفيتني فإن توفيتني اللهم قبل ذلك فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته ويملك في دولته فإن توفيتني فإن توفيتني قبل ظهوره فهنا الداعي لا يدعو برجعة في العصر القائمي الأول وإنما يدعو برجعة في العصر القائمي الثاني لماذا لأن العصر القائمي الثاني سيكون أطول وأطول وأطول هذا لا يعني أن الراجعين جميعا سيكونون بنفس عمر الإمام صلوات الله عليه وإنما أجيال تموت وأجيال تأتي قد تطول الأعمار وتطول الأعمار كثيرا لكن هذا لا يعني أن الراجعين ستكون أعمارهم كأعمار الأئمة في فترات رجعاتهم وكراتهم أعود إلى مفاتيح الجنان وإلى الصلاة المندوبة التي يستحب أن تصلى في يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة اليوم الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة معروف في ثقافتنا الدينية الشيعية من أنه يوم دحو الأرض يستحب صيامه هناك أعمال من جملة الطقوس والأعمال صلاة تؤدى في يوم دحو الأرض مذكورة في مفاتيح الجنان عودوا إلى هذا العنوان أعمال شهر ذي القعدة هناك دعاء يقرأ بعد التسليم ماذا جاء في هذا الدعاء أتمنى عليكم أن تلتفت إلى عبائره مر علينا في الحلقة الماضية من أن حوض الكوثر موجود في الدنيا قطعا في مرتبة من مراتبه فحوض الكوثر سيكون أيضا في عرصات القيامة الكبرى وهو موقف من مواقف القيامة الكبرى موقف الورود الورود على الحوض موقف الورود هو ورود على حوض الكوثر ورود على محمد وعلي على حوض كوثرهم ولكن في الدنيا في عصر الرجعة العظيمة سيتجلى حوض الكوثر في زمان الدولة العلوية الكبرى مر هذا علينا في الحلقة الماضية ماذا نقرأ في الدعاء الذي يقرأ بعد التسليم من الصلاة المندوبة في يوم دحو الأرض اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أضمأ بعده ولا أحلأ ورده ولا عنه أذاد من هو الذائد مرت علينا الرواية حينما سأل عامر ابن واثلة أبو الطفيل أمير المؤمنين عن حوض رسول الله أين هو فقال هو موجود في الدنيا وحينما سأله من الذائد عليه من الذائد عنه فأشار أمير المؤمنين قال أنا الذي أذود عنه بيدي هذه اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أضمأ بعده ولا أحلأ ورده لا أحلأ لا أمنع لا أطرد ولا عنه أذاد واجعله لي خير زاد هذا يعني أنه سيكون في الدنيا سيكون خير زاد له يحمله معه إلى القيامة فالزاد يكون في الدنيا أتذكر بيتين بحسب ما عندنا من الأخبار كتبهما أمير المؤمنين على كفن سلمان حينما جاءه من المدينة إلى المدائن ودفنه فكتب بيتين على كفن سلمان وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم فالزاد يحمل من هذه الدنيا تزود تزود فإن خير الزاد التقوى هذا المضمون يتردد في كلمات نبينا وكلمات أئمتنا تزود تزود آه 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 من بعد السفار وطول الطريق وقلة الزاد آه آه كلمات الأمير هذه المضامين واضحة جدا وهذه التعابير بينة جدا فالزاد ينتمي إلى الدنيا إن كان في عصر الغيبة إن كان ذلك في عصر الظهور إن كان في عصر الرجعة حتى لو كان في عصر جنة الدنيا في زمان الدولة المحمدية العظمى فإن الناس يتزودون هنا في هذه الدار هذه دار التزود وأفضل زادي خدمة إمام زماننا لو لم يكن هذا صحيحا لما قال إمامنا الصادق لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه كلمة إمامنا الصادق بحاجة أن نتذكرها دائما لو أدركته لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي خير الزاد خدمة صاحب الأمر ونن نستطيع أن نخدم صاحب الأمر من دون أن تكون العقيدة السليمة قد استقرت في عقولنا وقلوبنا عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك وبعد ذلك عودوا إلى هذه الحلقات إلى حلقات هذا هو الحسين هذه هي العقيدة السليمة وهذا هو الإكسير الذي يمازج العقيدة السليمة في القلوب ومع القلوب إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وزيارة من بعيد إذا أردتم أن تزوروا الحسين من بعيد فقولوا ثلاثا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله أعود إلى الدعاء الذي بين يدي اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أضمأ بعده ولا أحلأ ورده ولا عنه أذاد واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد وأوفى ميعاد الميعاد هو الملتقى في عرصات الغيامة وأوفى ميعاد الدعاء يتحدث عن الدنيا فإننا نبحث عن زاد هنا ونبحث عن ميعاد يكون جميلا عن ميعاد يكون مريحا وأوفى ميعاد واجعله لخير واجعله لخير زاد وأوفى ميعاد يوم يقوم الأشهاد يوم يقوم الأشهاد هذا هو يوم القيامة بالضبط مثل ما جاء التعبير في سورة غافر في الآية الحادية والخمسين بعد البسملة وقد قرأتها عليكم فيما مر علينا من الحلقات إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحياة الدنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ في الحياة الدنيا في الرجعة وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ في القيامة التعابير هي التعابير قرآنه حديثهم مثل ما وعدتكم لن أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعتر وَاجْعَلْهُ لِي خَيْرَ زَادِ وَأَوْفَى مِعَادِ متى يوم يقوم الأشهاد فالدعاء هنا يتحدث عن الرجعة لكنكم لا تفقهون المعاني لماذا؟ لأنكم لستم من شيعة علي وآل علي لو كنتم من شيعة علي وآل علي لتثقفتم بثقافة بيعة الغدير ولفهمتم هذه المضامي لكنكم ثقفتم بثقافة النواصب لماذا؟ لأنكم شيعة المراجع ومراجع النجف وكربلاء هم نواصب الشيعة هكذا يصفهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والدليل هو هذا عودوا إلى أصحاب العمائم وسلوهم عن مضامين هذه الأدعية لا يفقهونها لا يعرفون أسرارها لا علاقة لهم بثقافة العترة لا من قريب ولا من بعيد ثقافتهم قمامة ناصبية رؤوسهم مشحونة بقذارات النواصب المشكلة رؤوس المراجع رؤوس المراجع هي التي ملئت بقمامة النواصب وهم يفرغون هذه القمامة في رؤوس وكلائهم وخطبائهم وأتبائهم ومقلديهم ومن قمامة إلى قمامة ومن مزبلة إلى مزبلة هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء وواقع حوزة النجف وواقع الشيعة عموما وواقعكم أنتم الذين تسمون أنفسكم خداما للحسين ما هي هذه الأدعية لعامة الشيعة فهل أن الأئمة يقدمون لشيعتهم أدعية لا يستطيعون فهمها أبدا لأنهم هم الذين قالوا لنا ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر كيف يتحقق التدبر من دون أن تكون ثقافة عامة متوفرة بين الشيعة لكننا ماذا نصنع للطوس وحوزته الناصبية التي نشرت ثقافة ناصبية وهم أنفسهم مراجعكم الذين تقلدونهم وحق الحسين لا يفقهون هذه الأدعية ولا يعرفون مضامينها وإنني أقول ذلك عن يقين قطعي لماذا لأنهم لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة ولو كان عندهم شيء لبان لو كان لبان لبان في كتبهم لبان في دروسهم لبان في أحاديثهم لبان على ألسنة وكلائهم لبان على ألسنة خطبائهم لظهر في برامج فضائياتهم فلماذا كل الذي يظهر منهم وينضح عنهم كل الذي يأتينا منهم قذارة في قذارة في قذارة قمامة في قمامة في قمامة هي أبعد ما تكون عن ثقافة الكتاب والعترة هذا هو الموجود في حوزة النجف وفي كتبهم وفي دروسهم وفي مناهجهم وفي فضائياتهم وفي كل شأن من شؤونهم أعيد قراءة هذا المقطع من الدعاء الشريف اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أضمأ بعده ولا أحلأ ورده ولا عنه أذات واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد يوم يقوم الأشهاد فهذا الزاد نأتي به من دنيانا وهذا الميعاد نأخذه وقتا وميعادا من دنيانا إلى أن يقول الدعاء اللهم وعجل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمه الحديث عن العصر القائمي الأول اللهم وعجل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم واجعله لدينك منتصرا وبأمرك في أعدائك مؤتمرا إنه العصر القائمي الأول ولكن الدعاء بعد ذلك ينتقل إلى العصر القائمي الثاني اللهم صلي عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته هذه كرة تقدم الحديث عن ظهور وأظهر بالحق قائمه انتقل الحديث إلى العصر القائمي الثاني تلاحظون كم للرجعة من مدخلية في الآيات وفهمها وفي الأدعية وفهمها وفي الزيارات وفهمها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر هذا يعني أن قراءة القرآن من دون عقيدة الرجعة لا خير فيها وأن قراءة الأدعية والزيارات من دون عقيدة الرجعة لا خير فيها لا تستطيعون أن تتدبر فيها بشكل صحيح والعبادات لا خير فيها باطلة من دون عقيدة الرجعة ومر علينا مر علينا أن أن عقيدة الرجعة في صلواتنا الواجبة اليومية تبدأ من تكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم مرة كل هذا علينا في الحلقات المتقدمة اللهم صلي عليه على الحجة بن الحسن وعلى جميع آبائه الذين رجعوا وكروا في رجعاتهم وكراتهم قبل رجعته وكرته اللهم صلي عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه في العصر القائمي الثاني اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه رجع الدعاء إلى العصر القائمي الأول وصلي عليه واردد إلينا سلامه واردد إلينا سلامه في عصر الغيبة واردد إلينا سلامه الكلام هنا عن عصر الغيبة فالترتيب في هذه العبائر بدأ بالعصر القائمي الثاني ثم انتقل الكلام إلى العصر القائمي الأول ثم إلى الغيبة اللهم اللهم صلي عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه هذا العصر القائمي الثاني اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه هذا العصر القائمي الأول الظهور وصلي عليه واردد إلينا سلام هذا هو عصر الغيبة لأننا في العصر القائمي الأول سنشهد أيامه وسندرك قيامه فنكون على مقربة منه أما في عصر الغيبة فإننا لا نستطيع أن نسلم عليه بشكل مباشر وصلي عليه واردد إلينا سلام والسلام عليه ورحمة الله وبركاته هذا ما جاء في الدعاء الذي يقرأ عقيبة تسليم الصلاة المندوبة في يوم دحو الأرض تلاحظون أن الرجعة وأن الحديث عن الكرة في كل جنبات ديننا هؤلاء المراجع الأغبياء والوكلاء الثولان والخطباء السفهاء هم الذين لا يعرفون موقع عقيدة الرجعة في دين محمد وآل محمد لماذا؟ لأنهم ليسوا على دين محمد وآل محمد وإنما هم على دين الطوس وأهل الطوس على دين الخوئي وآل الخوئي على دين السيستاني وأهل السيستاني ما هم على دين محمد و آل محمد هذا دين الشوافع و دين المعتزلة هذا دين سيد قطب هذا دين الفخر الرازي الذي ربكم عليه الوائلي هذا هو واقعنا الشيعي أما تربية أئمتنا فهي هذه آياتهم من قرآنهم بتفسيرهم وهذه زياراتهم وهذه أدعيتهم و صلواتهم و عباداتهم فهذا الدعاء الذي قرأت عليكم ما قرأت من هو جزء من صلاة مندوبة في يوم دحو الأرض نذهب إلى فاصل